واو يا جماعة بجد اللوس باودر طلعت ووتر بروف زي ما بيقولوا ما بتتفعلش مع المياه وكمان ما بلتش الفرشة زي ما انتو شايفين اهو جماعة شيجلام عملت لوس باودر وكمان كومباكت باودر مهما عارقة الميكوب بتاعك مش هيتأثر لا وكمان بتنور تحت العين طبعا جبتها ولازم نجربها بعد ما عملنا اختبار الكوباية وشوفنا قد اين هي ووتر بروف ما بتتأثرش بالمياه خالص نشوف بقى هي بتنور تحت العين ازاي هناخد شوية كده على الباودر باف وهنبدأ ان احنا نرفع كده عنينا ونشوف طبعا شايفين الفرق انا مش محددة اتكلم ازاي هنورد تحت عيني نشيل بس كده الزيادات برضو عشان الناس ما تقوليش انت حط زيادة قوي تعالوا كده بقى نكمل بالكمباكت باودر ونشوف الكمباكت هينور برضو تحت عينينا قد ايه وهيثبت كمان اللوز باودر يعني الكمباكت باودر فايدتها ان هي بتبقى تقيلة فبتثبت التنوير اكدر انا لو محطتش كونسيلر وحطت اللوز باودر عالكمباكت باودر اظن ان هو هينور تحت عيني وشافين الفرق بنفسكم الجماعة ده من غير كونسيلر تعالوا بقى نحط في العين التانية كونسيلر ونشوف النتيجة بتاعتها صح الصح انا كده المفروض ان انا حطيت الكنسيلر وهنسبت دلوقتي باللوز باودر عشان نشوف النتيجة بتاعته بقى صح الصح اهي كده لا اكيد شافيني الفرق لو نازلي مش وار في السريع كده الصبح ومش حابة تحطي ميكب كتير حطي الكمباكت باودر عاللوز باودر برضه يبقى شكله طحفة انما لو عنديك مناسبة عميلة طريقة دي بجدش جلام عاملة لوس باودر عظمة لازم تجبوها وتجربوها وتلو رأيكو فيها في الكومنتات وكمان ما تنسوش الفولو واللايك اشتركوا في القناة